أشهد وزير التنمية المحلية بمستوى التعاون القائم بين الوزارة والبنك الدولي خلال الفترة الماضية لتنفيذ عدد من المشروعات والبرامج بالمحافظة جاء ذلك خلال استقباله وفد البنك الدولي برئاسة المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي مارينا واس وأشهر شعراوي إلى توجهات الرئيس السيسي إلى تعميم ممارسات ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة في جميع محافظات الصعيد خلال السنوات الثلاث المقبلة من جانبها قدمت مارينا واس الشكرى لوزير التنمية المحلية على الدعم الذي يقدمه البرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر منذ عام 2018 والمجهود الذي يقوم به المكتب التنسقي للبرنامج بالوزارة في متابعة المشروعات على أرض المحافظتين